خليني بس بمناسبة كلام فاروق ياسارة عن بيتسو موسيمانيا وعن متابعة جنوب أفريقيا طبعاً بتتابع أكيد مدرب كبير جداً هناك ومن حقهم أن هم يتابعوا أخبار ويتمنوا كمان أنه هو يفوز بالبطولة ده شيء هيحسب لكرة القدم الجنوب الأفريقية لكن خليني أقول لحضراتكم أنه يمكن تكون برضو من الأخبار الحلوة النهاردة اللي تخلينا يعني نبص بصة كويس على اللي جاي أنه جاستن سيرينو نجم سانداوز واحد من النجوم اللي جماهير النادي الأهلي حبتها وتمنت أنه في يوم العيام يلبس تيشرت النادي الأهلي النهاردة جاستن سيرينو بيعلن عن رغبته في الانضمام للنادي الأهلي ويقول أنه الأمور فقط تقضى للتفاوض بين الناديين لأنه طبعاً مرتبط بعقد هو لسه يعني موقع على عقد يمكن السيزن اللي فات على طول جدد مع سانداوز لكن هو أعلن عن رغبته في الانضمام واللعب باسم النادي الأهلي ويتمنى أنه إدارة النادي الأهلي تنجح في مفاوضاتها فقط مع سانداوز أنت هتوقعه في صوت بالصفقة أعتقد أنه صفقة مهمة جداً وهيمثل بوسي أنا أي شيء أو أي اسم يمثل إضافة للفريق أنا معها طبعاً وأعتقد كل الجماهير هترحب بسيرينو بشكل كبير حل طبعاً نجاح الصفقة وإتمامها وانضمامه للنادي الأهلي